موسيقى وهذا طبعا بوضح الفكرة أنه بيختلف عن آدم أنه آدم مخلوق من تراب الأرض وأنه الرب نفخ في أنفه نسمة حياة فصار نفسا حياة وأنه المسيح مولود من أحشاء القديسة المطوبة مريم العذراء في ملء الزمان كلمة الله تخذ جسد وحل بيننا فهو مش مخلوق يعني الله مش خلق المسيح في بطن مريم هذا اللي عاوزين نوضحه فكرة غريبة عن الكتاب المقدس اللي عاوز يقلف برحته بس هو الخاسر وهو اللي حيندم لما يقلف كلام عن المسيح مش إنسان عاتي لأنه ما يتهمناش بأي شيء بدون يعني إحنا ما بنقولش كده إحنا بنحكي إنه لا المسيح فعلا كلمة الله تخذ جسد في ملء الزمان خلاص نحن نقول عكس كده ومش بنقولها لأننا يعني غوين خالف تعرف لأن الكتاب المقدس علمنا بخلاف ذلك المسيح خالق كل شيء إذن من هذه الزاوية لا الفرق كبير جدا كبعد السماء عن الأرض الفارق بين المسيح وآدم أرجع تاني للإنسان الثاني عندما خرج المسيح من بطن بكر اللي هو بطن المطوبة العذراء وركز على العذراء وكلمة العذراء بقى ما يجيليش واحد ويقول لي طب إيه المشكلة قوة ربنا ظهرت أقول له لا 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 ستوب مش قوة قوة ربنا بنت فيها وفيك لما تولدنا هو الولادة الطبيعية ما بتبينش قوة ربنا لماذا ولد المسيح من عذراء لأنه ما كان يمكن أن يولد بالخطية بالخطية ولا إنسان يجيبه يعني ما فيش واحد يتجوز وحده فيقوم جايبين ربنا فعش كلام زي كده الله يأتي وقت أن يشاء بالطريقة التي بها يشاء إنه مختلف عن كل البشر لذلك ولد من العذراء والكلام واضح في كلمة الرب أخ يوسف يعني كلام الملاك أو كلام المطوبة مريم العذراء كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك القدوس مثل ما ذكرت حضرتك فلذلك القدوس المولود منك يدعى انتسابا لالله يدعى ابن الله مش أي ولادة عادية بالضبط كإنسان هو يدعى ابن الله القدوس المولود منك طبعا في اللاهوت هو يعني كلمة ابن الله دي مش معناها ولادة حاشا لأن في اللاهوت لا توجد ولادة لكنها علاقة روحية بين الأبي والابن وليست ثمة علاقة جسدية وإحنا طبعا منكرر دائما بسمعوني دائما يعني الآية في إشعية 9-6 لأنه يولد لنا ولد في ملء الزمان في بيت لحم ولد من مريم المطوبة المطوبة مريم العذراء في ميخة 5-2 اللي ولد أو اللي برح يولد في بيت لحم مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل يعني في ولادة في ملء الزمان في بيت لحم في ولادة كإنسان لكن يدعى ابنا مثلا لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا أو مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل نشوف الطبيعتين وهذا اللي نحن نحكيه كمسيحيين وليس نخلط الأمور ترجمة نانسي قنقر